بسم الله الرحمن الرحيم بناية تلاميذ خاصة المقدمين على شهادة التعليم المتوسط عندنا هنا بعض الوضعيات التي تخص الدرس القواسم المشتركة لاحظت تمرين 47 صفحة 17 يقول فاز تلميذ في مسابقة وتحصل على 62 حبة حلوة بنكهة الليمون و93 حبة حلوة بنكهة الفارولة وكونه سخياً يعني كونه كريماً يحب يقسم الشيلي عنده سخياً جداً قام بتوزيع هذه الحبات على الحلوة على كل تلاميذ قسمه قسمها على كل تلاميذ قسمه بحيث تحصل كل تلميذ على العدد نفسه من الحلويات من كل نوع أحسب عدد تلاميذ هذا القسم وحصة كل تلميذ قسمه بحيث تحصل على 62 حبة حلوة بنكهة الليمون و93 حبة حلوة بنكهة الفارولة قسمها وزع هذه الحلوة على كل تلميذ كل تلميذ حصل نفس العدد من الحلويات يعني عندنا قسم مشترك بين 62 و93 62 رح يقسمها على تلاميذ لازم تقبل القسمة على عدد التلاميذ و93 لازم تقبل القسمة على عدد التلاميذ دكو 62 و93 لازم يقبل القسمة على عدد يعني لازم يكون عنده هنا قسم مشترك بين 62 و93 عدد التلاميذ لازم يكون قسم مشترك بين 62 و93 فمت كيف ها؟ عدد التلاميذ باش يقدر يقسم عليهم لازم العدد التلاميذ يكون قسم لـ 62 وقسم لـ 93 يعني هيكون قسم مشترك بين 62 و93 قسم مشترك للعددين دكو افتح هنا حيث تحصل كل تلمونة على العدد نفسه من الحلويات من كل نوع دكو نمت欲 سوف نزيد لك كلمة قعمة يتوزي على كل تلميذ حيث تحصل كل تلميذ على عدد نفس الحلويات من كل نوع انا نقول لك هنا بحيث تحصل كل تلميذ على نفس نفس الحصة من الحلويات نفس الحصة من الحلويات سوف نتبع التمرين كما رحو هكذا وتفهم وش راني نقول شوف عندنا التلميذ هذا فاز هي فيها استعمالة بجي سيدي بس ما نحبش تستعمله بطريقة يعني هكذا اسمح لي بطريقة غبية فتفهم وشك تخدم هنا قلت تلميذ فاز وتحصل لتنين وستين حبة حلوة ليمون دونك تنين وستين حبة حلوة بنكهة ليمون وهنا عنده ثلاثة وتسعين حبة حلوة تفاراولا داكو داكو دوك ما دام هو رح يقسمها على عدد تلاميذ هو نفسه وشن هو رح يتبدل داكو وشن هو رح يتبدل هي قداش كل واحد يدين دونك دونك اثنين وستين لازم يقبل القسمة على عدد تلاميذ وثلاثة وتسين لازم يقبل القسمة على عدد تلاميذ وشن ديرو نجيب ونحوسه على قواسم اثنين وستين داكو داكو لازم يقبل القسمة على عدد تلاميذ هو رح يشتوك دونك وهناك تامين وستين كرة back من مربعين تحدثين من مربعين ما هم دونك هو محصور بين سبعة في سبعة ووثمانية في تمانية سبعة في سبعة هي سبعة مربع وثمانية في ثمانية هي ثمانية مربع سبعة مربع بمعنى تسعة وربعين أبحث عن قواسم 62 بين 1 و 7 أرى هذا صح نكتب 62 يساوي 1 62 سوف تقوم بحق يساوي ثلاثة يقبل قسم على ثلاثة أم لا 22 يقبل قسم على ثلاثة ثلاثة 8 أو 3 إذن لا يقبل قسم على ثلاثة هل يقبل قسم على أربعة 62 هل يقبل قسم على أربعة نحاول ثلاثة 64 ثلاثة لم يقبل قسم على أربعة أغلق تعطيني 1 و يبقى ثلاثة 22 فلنثق لا هل لم يضاعف الأربعة لا لأنه لا ينتهي لا أغلق 6 نعم لا على الأمر ، من أج quizzes يمكن أن يكون كثيرا 3 6 7 7 7 8 8 وقريبا 2-2 وقريبا 3-2 قصة 7 وقصة 7 لكنه قريبا 3-2 وقصة 7 لذلك يتوقف وقصة 7 نبحث عن قوسم 2-2 وقصة 9-2 وقصة 9-2 قوسم 2-2 قصة 9-2 وقصة 9-2 سنة ثلاثين وثنين وستين هذا هو هذا الولاد هذا الولاد نحن نرى القواسم الآن نبحث عن قواسم 93 نقول 93 محتوى بين محتوى مثلاً 9 مربع و 10 مربع 9 مربع 81 و 10 مربع 200 نبحث عن قواسم 93 بين 91 تقريبا بين واحد والتسعة واذا نقوم بإمكانكم تقريبا تقريبا قواسم 93 بين تقريبا تقريبا إمكانكم reek تقريبا substituting تقريبا 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 لأن يقسم على ثلاثة هل يقسم على خمسة؟ لهذا أن يقسم على خمسة هل يقسم على ستة؟ ثلاثة 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 ثلا� 4-6-7-93-7-93-7-93-6-7-9-8-9-8 يقسم ثلاث مرات على ثنين وهو ديجا في الثنين الأولى ما يتقسمش على هالي أنه فردي لذلك ما يتقسمش على ثمانية هل يقسم على التسعة؟ لا لماذا؟ لأنه ثلاثة زي تسعة تسوي ثناش وواحد زي تثني ثلاثة وثلاثة ليس من مضاعفات التسعة لأن العكس تسعة مضاعف تسعة لكن ثلاثة ليس مضاعف تسعة إذا نقع واسم ثلاثة وتسعين هي واحد ثلاثة ثلاثة وثلاثة وتسعين لذلك لاحظ هنا هي القواسم اللي لدينا مشتركة بين هذه تنين وستين وثلاثة وتسعين نكتب القواسم المشتركة للعددين تنين وستين وثلاثة وتسعين هي هي واحد و橋 وثلاثة وثلاثة هي واحد وثلاثة وتسعين سوف نقسم على عدد التلاميذ لا يمكن أن يكون لديك عدد تلاميذ واحد في القسم هذا الطفل الحلوى إذن عدد التلاميذ في القسم سيكون أكبر قسم مشترك بين عددين إذن نقول عدد التلاميذ في القسم هو بي جي سيدي ثلاثة وتسعين إذن عدد التلاميذ يساوي واحد وثلاثين تلميذ في القسم هذا هو عدد التلاميذ كان ممكن أن تذهب مباشرة تعمل بي جي سيدي لكن هذه أعطيتها للفهم لكي تفهم دكا ما هي حصة كل تلميذ؟ حصة كل تلميذ فيها حلوانة الليمون وفها حلوانة الفراويلة حصة كل تلميذ من حلوى الليمون هي ماذا؟ هي ماذا؟ نروح نشوف هنا تنين وستين يساوي ماذا؟ يساوي واحد وثلاثين في ثنين هكذا إذن حصة كل تلميذ من حلوى الليمون هي ثنين قسم مشترك ضربته في ثنين دونك ثنين حبات حلوى ثنين وستين قسمة قسمة واحد وثلاثين تساوي ثنين هذه المساواة التي تعبر عن هذه القسمة المساواة التي تعبر عن هذه القسمة الإقليدية ثنين نروح حصة كل تلميذ من حلوى الليمون فراولة عندنا العدد ثلاثة وتسعين وش يساوي أننا وحدود ثلاثين نأتي إلى هذا الجداء هذا الجداء وحدود ثلاثة في ثلاثة والله يحب يكتب ثلاثة وتسعين قسمة واحد وثلاثين تلميذ يساوي ثلاثة كيف كيف؟ هذه القسمة الإقليدية وهذه هنا هي المساواة التي تعبر عن القسمة حصة كل تلميذ من حلوى فراولة هي ثلاثة نرغب الجداء نرغب ثلاثين تلميذ نضرب ثلاثة إذن هنا حصة كل تلميذ كما قال من الحلويات هذه من الحلويات يعني تلك الليمون وتلك الفراولة هي هي ثلاثة ثلاثة حصة كل تلميذ من الحلويات هي ثلاثة حلوى ليمون وثلاثة حلوى فراولة يعني خمس حبات حلوى حلوى حصة كل تلميذ من الحلويات هي خمس حبات خمس حبات حلوة خمس حبات حلوة ذاكو زائد هنا اثنين حلوة ليمون زائد ثلاثة حلوة فراولة يعني خمس حبات حلوة ذاكو هذا التمرين انت اه صفحة 46 اه عفوا مشي 46 او 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 هذا التمرين رقم 47 ذاكو ابني التلاميذ توقفوا هنا والسلام عليكم